دكتور ذكرت أن قص الماعدة ممكن تكون طريقة من الطرق التي تنفيها علاج هذه السمنة من النوع الوراثي ولكن هل هناك طرق علاجية أخرى؟ العلاجية الأخرى سواء للوراثي أو غير الوراثي اخترولا ليست للأسف مجدية على المدى البعيد وبالذات مع الناس الذين عندهم سمنة في العائلة يعني سواء جينات أو سمنة فقط في العائلة اللي هو فاميليال والناس الذين يتمشي في العائلة وإذن للأسف أن النجاح معها أقل بكثير يعني ممكن لو نظرنا إلى الأدوية تنزل مثلا 10 إلى 12 كيلو مثلا على المدى البعيد وتحافظ عليه بالكثير سنتين وفي الغالب يرجع الوزن ويرجع أكثر منه اللي ينزل 10 كيلو مثلا على أدوية تنزيل التنحيف وهي يعني معظمها للأسف لا يجب استمرار عليه أكثر من 6 أشهر وبعضها لمضاعفات معينة يعني يمكن ذكرنا بعض منها في حلقات سابقة لكن الأدوية اللي هي موجود مصرح لها من الـ FDA هي يمكن واحدة أو اثنين رئيسية والباقيات غير مصرح لها وبعضها نزع من السوق ويعرفون المشاهدين الكرام أيضا في أدوية ما زالت في تحت التجارب ويمكن حوالي شهرين مضت ووفق على علاجين من منظمة الأدوية والأغذية الأمريكية وطرحة ستطرح في الأسواق ولكن هذه يبغى لها 5 إلى 10 سنوات لما نتأكد من فعاليتها ونتأكد أيضا أنه ما هناك أمراض مصاحبة تؤدي لها زي الجلطات وآثار الدماغ والأثار على الجهاز العصبي هذه فعاليتها للأسف غير مجدية على المدى البعيد وبالذات في الحالات التي شفناها زي العائلة التي شفناها نجي الآن للأعشاب والخلطات والهذه ما أنصح بها على الإطلاق وأتمنى أنه ما نأخذها بس بالعبد اللي يصير يا أغطرولا أنه يجونك مثلا ناس العشابين وحقين العشاب ويحط لك مثلا عشبة ويحط لك فيها مجموعة من الأدوية اللي مثلا تزيل السوائل من الجسم اللي مدرات البول فتجد يأخذ العشبة هذه ما شاء الله ويأخذها وتجده راح الحمام أكثر مرة ما هو شاعر أنه بس يحس أنه عنده إدرار للبول وبعد ثلاثة أربع أيام تجد نازل 2 كيلو يقول ما شاء الله هذا العلاج ممتاز جدا يعني ويواصل عليه والأخير يصير فشل كلوي أو فشل كابدي فإذن يجبنا ننتبه للخلطات العشبية نيايا في بعض زي الشاي الأخضر الأشياء الأخرى اللي هي ليست خلطات وإنما عشاب معروفة وتوخذ لتزيد مثلا ربما الأيضة أو ما يسمى اللي هو مضاد للأكسيدنت والأنتي أكسيدنت أو مضاد لبعض العمليات الحيوية في الجسم هذا ممتاز وكي ما منه ضرر على الأقل لكنه ما منه أثر كبير على إنقاص الوزن فإذن الحل للأسف في الحالات اللي تصل لهذا الأوزان اللي شفناها وعائلات أخرى هو لا شكل جراحة على المدى البعيد ليعطيك وزن 15 سنوات ويحافظ عليه بشرط أنه هناك فريق ملتزم معه المريض ملتزم والفريق ملتزم يعني دكتور دائما نحرص من خلال هذه الفقرة أن الواعي المشاهدين حول أهمية اللجوء لطبيب مختص تجاه حالة السمنة ليس مثل ما ذكرت هناك أنواع بالمئات من الأدوية التي تخفف السمنة ولكن بالعكس هي تضرب صحتهم أكتر وممكن تؤدي لحالات وفاة لقدر الله دكتور شفنا بالتقرير عائلة علي يعني بالنسبة لهذه العائلة خبرنا كيف يعني ممكن علاجهم وتناول حالتهم بشكل كامل وأدي باستغرق أيضا المدة الزمنية لعلاجهم والجدول العلاجي الذي يوضع لهم والله يشوف إحنا عندنا قواعد رئيسية أخترولها أولا يجب تقييمهم يعني أي مريض يبحث عن عملية في الغالب لما يجي العيادة بتسألينه أنت يسويت قبل ما قرر لك أو تجيني تبحث عن عملية جراحية في الغالب يعني ممكن خلينا نقول لك 70% من اللي يجونا في العيادات يقول لك والله يا دكتور أنا رحت أخذت حمية غذائية وجلست عليها أسبوعين وما نفعتني ووقفتها وزهكت منها والآن بدأت أبحث عن شخص آخر وزرته وعطاني حمية ورحت الانترنت وجت رجيم كيماوي واستفت منه لمدة أسبوعين ونازل وزني 10 كيلو وبعدين زهكت منه وجتني اكتئاب ووقفت وطلع وزني 15 كيلو 20 كيلو هذا السيناريو موجود يبقى إحنا نحدد معهم هل هذه الأنظمة اللي أنت سويتها بإشراف ناس متخصصين ولا أنت تأخذها من الانترنت أو تأخذها من جاري أو من زميلة أو من زميلتي وخمسين في المئة من الانترنت ومن جاري ومن زميلتي مش بإشراف طبي فإحنا دائما ننصح أنه أول قبل ما تجي أو قبل أنا ما أبدأ معك أنه يشوفك طبيب أخصائي تغذية أو رياضة ويضع لك برنامج غذائي ورياضي أو إحنا مثلا في العيادات إذا كانت عيادات متعددة خصصات الفريق كله بيرسم لك برنامج معين وتلتزم فيه كان للأسف أن الناس فقدوا الأمل وهذا معهم حق يقول لك يا والله يشوف أنا صحيح وسمعت وقرأت وعلى الرغم أني أخذته من غير إشراف طبي لكن أنا أعرف أنه مهما سويت ما رح أنجح هذا ممكن نقول معهم لكن عادة نفرض أن نشترط معهم على الأقل ثلاثة أشهر في برنامج مشرف علي طبيا يعني قد يكون منخصة تغذية أو رياضة يعني أنك التزمت ببرنامج موثوق فيه وتابعنا وبعدين نبحث عن أسباب الفشل فيه هل أسباب الفشل أنه ممل وفي الغالب هو كذا أنا دائما أقول للمرضايا أقول شوفوا أنتو لما يعطيكم أي إنسان برنامج وانت طالع من عند هذا الإنسان ليعطاك البرنامج وحتى على الإنترنت أو أي مكان نسأل نفسك هل هذا شيء ممكن أواصل عليه لمدة طول حياتي إذا كان الجواب لا اعرف تماما ما رح أنجح لأنه ممكن تواصل عليه شهر شهرين ثلاثة وبعدين توقفوه هيرجع لك وزنك الزاعد أو يزيد أكثر فهنا نقول أنت تسأل نفسك هل هذا برنامج حياة أقدر عيش معه أو لا إذا مش برنامج حياة عرف تماما ما رح أنجح إذا قدرت توفر لنفسك برنامج حياة زي واحد يسافر في الصحراء في أي مكان ما عنده لهذه الأشياء يعيش فيها وينبسط ويحس أن هذا عيشتي بها الشكل أوكي ممكن ينجح فإذن الفريق نكيمه ونشترض ثلاثة شهور تقريبا على الأقل أن يكون التزم ببرنامج معين مشرف عليه أو على الأقل أنه برنامج موثوق فيه ونقول أوكي وفي الغالب كما ذكرت أن الناس إما التزموا أو شبه التزموا بشكل أو بآخر بعدها نقرر لهم العملية لما نقرر لهم العملية للأسف وهذه العائلة هذه تعطينا مثال وأنا أعرف تماما أنه الدكتور عبدالله ربيع وزملاء في الوزارة الصحة سوام سعودية وأيضا نمتكد أنه في الدول العربية حريصين جدا على مؤيجاد آلية لمساعدتها أو للمرضى بالذات في السمنة يعني ما نبغى المرضى أنه يبحثون عن أماكن علاج في أي مكان ويسافرون علشان العلاج نتمنى العلاج هذا العيادات هذه تكون موجودة في أي مكان في المملكة بحيث أن نتقيمها للعائلة مثلا سبعة ستة أشخاص لا يقدرون يدفعون فلوس لكل شخص فيهم وإذا بحثوا عن علاج مثلا في مستشفى معين تجد موعيد مثلا ستة أشهر عشان نشوف الطبيب في العيادة وربما سنة وهذه أنا أقول أعترف أمامك أخطروا لا والله العظيم مرضى أحيانا والله سنة ينتظرون عملية طيب أنا ما هو ذنبي أنا هو صحيح ولا ذنب النظام اللي هم موجودين فيه ولا ذنب المنشأة اللي أعطتهم الموعيد لأنها ملزم بعمليات وموعيد وما إلى ذلك لكن الحل هو في إيجاد عيادات أخرى الطباء أخرين ناس أخرين يسوون هذه العمليات في أكثر من مناطق مختلفة من المملكة وبالتالي نوفر لهم هالعلاج بطريقة معينة علمية موثوقة مش مجرد أن يجون يسوي عملية لا فيه فريق تابعهم فيه خصائي تغذية إن شاء الله يتابعهم إذا توفرت هذه الآليات ممكن نصل إلى نتيجة إيجابية إن شاء الله إن شاء الله دكتور يعني بالنسبة للعائلة اللي بتتكون من عدة شخص عندهم مشكلة السمنة هل هي يعني في النهاية بس حابة أكد المعلومة هل هي فعلا ممكن يظهر بنفس العمر مشكلة السمنة أو ممكن تختلف من فرد آخر في العائلة يعني ممكن فرد تظهر عنده بعمر عشر سنين والآخر على عشرين سنة سؤال مهم لأنه ما يجب إنه دائما التعميمه جيد بالذات في المجال الطبي إنه إذا والله هذا عنده سمنة وعرفنا إنها سمنة سوينا فحصات خلينا نقول واحد منهم وجدنا ما عنده ولا حاجة نصير الثانين خلاص نأخذهم ونقول ما عندهم ولا حاجة لا مستحيل لازم إنه كلهم نطبق عليهم من السنظام فحصات دم فحصات تحليل إذا جينات وعندنا خلل في جينات لأنه عادة معظم الجينات والخلل في الجينات يكون في علامات ظاهرية على المريض قد يكون عنده مشكلة في الوعي قد يكون بعضهم عنده مشكلة في النظر قد يكون بعضهم عنده مشكلة في زيادة الأطراف قد يكون بعضهم عنده مشكلة في قصرة القامة وهذا يعتبر في مشكلة في الهرمونات قد يكون عنده مشكلة في طول القامة الشديد فإذن هذه العوامل لما نشوفها في مريض نقول والله هل مريض ممكن ينطبق عليه مصابات عنده مشكلة في الجينات وعنده متلازمات الباقيين نسوي لهم في حصات الهرمونات في حصات الأشياء الأخرى اللي ممكن تكون الصغار جدا جدا نسوي لهم في حصات الأشياء على الدماغ ونتأكد أن ما فيه أي ورام يؤدي إلى هذه الزيادة الشديدة في الوزن نعم في النهاية دكتور عاد القحطان شكرا جزيلا لتواجدك معنا وإن شاء الله نشوفك لسبوع المقبل بحال جديد وموضوع جديد شكرا لك